كل نعمة انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهيا اختبار وامتحان لنا تنجح أو لا تنجح في هذا الاختبار هر بر بزده قانده برغيجلق تار جليب وإلى سينولور جليبسين من بارتن بزده سنو هم من سنون ارتن بزده قانده سنون اوتاوز بجواؤت بي غلاوس با كيف ننجح في الاختبار هم لدينا سنولوردون بز عين تيب يل كجا دائز تنجح في الاختبار بامرين الأول قبل أن يأتي قبل أن تأتي النعمة والثاني بعد أن تأتي النعمة قبل أن تأتي النعمة ماذا تصنع هذا الآن يمشي في الطريق يرسر الناحيات والعمائل والقصور والبواخر والطائرات يجب أن يتعرف على الرئيس يقول لو أن تأتي النعمة سأكون صديق للرئيس او الوزير او الملياردير نعم ويعطيني من مالي يقول خذ ما شئت من مالي واترك ما شئت صحيح اكثر الناس على هذا صحيح صحيح اكثر الناس على هذا صحيح صحيح او لا صحيح نعم صحيح او لا لماذا لا لماذا تطلب من الله ولا تطلب من غير الله؟ لأنه هو الذي يملكها لماذا تطلب من الله؟ لماذا تطلب من الله؟ طيب الرزق طلب من من؟ من الرئيس؟ وزير؟ ملياردر؟ من من؟ من الله؟ إذن هذا الذي يفكر أنه يتعرف علي الوزير وهؤلاء يخرجوا مظاهرات ويقول الحكام أكلوا أموالنا هذا عنده خلل في العقيدة أطلب من الله؟ لا عليك لا بالحكام ولا غيرهم الله هو الرزق الله冬ه ويروسيا لا بالحكام ما فهم؟ تراؤ؟ هذا الرسوب الأول في الاختبار وكأنه يفكر في العقيدة والحكام والرؤساء في الوزراء والتجار نعم هذا الاختبار الثاني؟ ويقول الحكام والمعالي بعد أن تأتي النعمة؟ ماذا تصنع؟ لابد أن تشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح مثال كيف قبلت في الجامعة؟ قال هذا من فضل ربي ودائما يقول الحمد لله وهنا بقلب معتقد أن هذا بفضل الله لا بأدحل يقول هذا بطعب بقوة بجد وإجتهاد حتى هنا في الكتابات في الواتساب رمز هكذا هذا هو كفر للنعمة هذا هو نعمة 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 وما بكم من نعمة فمن الله نعمة 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 نعمة